هاخد رأيك وتوقعك في الماشر يا كابتن توقعك نتيجة تخلص في الوقت الاصلي ولا ممكن الامور تبقى فيها اكسرا تايم وضربات ترجيح من وجهة نظرك وهل ده ممكن يبقى موجود في زهن كيروش انه يوصل للمنطقة دي زي ما حصل في نهاية افريقيا لا نهاية افريقيا حاجة وكسر عالم دي حاجة تاني نهاية افريقيا حاجة وكسر عالم حاجة انا بتكلم لو سنغال كسب مسلا واحد سفر او لو كسب واحد سفر انا لازم اهاجم انا بص انا لازم اجيب تلاتة او انا عمري ماستغل بثلاتة فانا بقولك لازم اقلعب بليبرو وامليله نص المنطقة دي اللي في النص دي لازم تبقى مليانة مالتها هو مش هقدر ينقل بقى ولا يجي غزلني سطارة موجودة كاتن اقلع بقى لو مأجرنا بقى يعني يا مالي تعالى غزلك وروح غزلك لا يعني ايوة وبقى اين عندك محمد صراح في يسيبه بقى انت بتقوله يلعب بقى يلعب سردباك فرود ان اول ما يا صلاح بيبتدي اتحرك والكورة بتتحط بيحصل عملية ما ليه كله بترعشه ما حسها انه يعني في حالة من الخوف زيه كمان الله ما صلى على النبي رجع زي الاول ما زي الاول اول يعني تمانين في المية من لياقته ومن مجهوده ومارموش برضو شوف انا كنت معترض انه راجب اللعب على طول لما نزل عشر دقايق قلب الدنيا طيب يعني تتوقع كابتن ماتش يخلص كام مسلا انا اتمنى غير التوقع اتمنى نكسب او اتمنى انه ما اخسرش بس يعني اتمنى نكسب ولمكسناش اتمنى انه ما اخسرش ان شاء الله ما هو كده انت اوزك يعني كابتن ان الوقت الاصلي يبقى هو الواحد صفر هو الواحد صفر اه ان امر اتأهل ده التمنياتي ده التمنياتي وده امنياتي انما التوقعات لكورة ما اقدرش اتوقع في ماتش زي ده عارفوا الماتش التاني عندنا في مصد احنا مجردين واحد صفر اقول لك نكسب ثلاثة طيب عايز ااخد رأيي كابتن ممكن حدثنا عن منتخب هنفضل نتكلم فيه كتير غاية يوم اللقاء ان شاء الله ايه ان شاء الله لكن فيه في اليوم ده متشط قوي جدا لو حياتك هتتابع يعني انا متابع على طول بس اسعل سؤال انا حتى ادور على القنوات ما لقيتش ما هي بتبقى على القنوات الوطنية الخاصة بتاعت المنتخبات دي يعني هتلاقي الجزائرية مثلا كاته اللي بتزيع ايه 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 احنا طبعا هنا كان اونتايم سبورت كان بتزيع بشكل جاي جدا وتخطيك جميلة جدا بالنسبة اونتايم سبورت طيب اه اه خلينا نقول نجيريا وغانا كانت تتوقع الماتش يروح لفين طب انت شفت مستوى غانا فلتوت الامة الافرقية اه والمستوى الفني نجيريا والنتيجة نفسها كانت كمان يعني تعتبر خارج الارض بالنسبة لنجيريا معبرة يعني نتيجة جيدة لا هو نجيريا هتروح كاسعانا نجيريا اه طيب المغرب وقوة كابتاني المغرب اش ابرام انه كسب بس كان وحش احنا مفترقش علماتي اه بس سمعت التعليقات محدش كان رادي عالمغرب طبعا اكواس مارداش انه يكسب بس دا ضرب الجزائع كابتان اه هلي بالك المغرب دا ضرب الجزائع برضو للمغرب انا اتكلمك عالمغرب يشوفناه في البطول العربية الفلولة الافريقية اه المغرب في الاكواس هيروح المنتخل في المغرب هتبقى الوضع مختلف طبعا 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 طيب كل دا توقف على جماهرهم كل دا متوقف على الجماعية صحيح دا هم يعني المغرب تونس بالجزائع صحيح طب ما تسعمل ايه صحيح طيب تونس وماليا كابتن تونس تونس الجزائر والكنان لا الجزائر الجزائر هزيني صالحه جماهرهم برضو صالحه لانه اول مرة اخرج من الادوار الاولى في كاس بطولة العربية والافريقية الافريقية يعني عمرهم ما خرجوا كده من الاول